مملكة البحرين وسن العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق العمال في بيئة العمل في العاصمة الإيطالية روما وخلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة أكدت مملكة البحرين على جملة من النقاط المهمة في ملف الحقوق العمالية ومكافحة كافة أشكال الإجار بالأشخاص وفي مستهل كلمته أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد إلى أن نهج مملكة البحرين الراسخ في صون وحفظ حقوق الجميع النابع من رؤى العاهل المعظم أسهم في تعزيز مكانة البحرين في مجال تطوير بيئة العمل ومكافحة الإجار بالأشخاص وأكد سموه أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم هي مدافع راسخ وثابت عن المبادرات متعددة الأطراف لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير النظامية مشددا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة سوق العمل ودعم المبادرات التي تعنى بالحد من الإجار بالأشخاص وظاهرة الهجرة غير النظامية موضحا سموه أن مشكلة الإجار بالأشخاص والهجرة غير الشرعية من أكثر التحديات المعقدة التي تواجه البشرية وفي هذا الصدد أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مملكة البحرين ستستثمر وستبذل جهودها مع أصدقائها وشركائها الدوليين في السعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمسار روما وفي ختام كلمته أعرب سموه عن فخر البلاد بكونها من الدول المواقعة على مسار روما وأن تكون جزءا من الحل لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وتأتي كلمة مملكة البحرين في مؤتمر روما في الوقت الذي خطت فيه المملكة خطوات متقدمة في مكافحة الهجرة غير النظامية والإجار بالأشخاص من خلال خلق منظومة تشريعية وحقوقية متكاملة وتبني العديد من المبادرات الرائدة والمشاريع الوطنية الفاعلة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإجار بالأشخاص وحماية الضحايا الأمر الذي جعلها تحافظ على المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإجار بالأشخاص لمدة ست سنوات متتالية كما تواصل المملكة جهودها في حماية الحقوق العمالية وتأمين بيئة العمل الملائمة لهم في سوق العمل